اي رأيكم لو نغير الشكل الكئيب الزحمة ده بالشكل ده واعتقد ان ده افضل كتير من الشكل شفتوه من شوية وتابع معنا الفيديو عشان تعافي ازاي تغير من الشكل الكئيب اللي فات ده بالشكل الجميل ده واتمنى طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل زيك كده في حقيقة الاول فيديو عجبك ويلا بنا نبتلي على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم وحلقة جديدة من خبرات اولاين مشكلة بنعاني منها جميعا وهي زحمة سطح المكتب والايكونات الكتيرة والشكل التقليدي بتاع سطح المكتب وحلقة النهاردة بقى عن ازاي نده نتخلص من الزحمة دي كلها وازاي نغير الشكل التقليدي ده بحاجة كده تكون حيوية وعلى مزاجنا بداية كده نده نتخلص ازاي من الايكونات دي كلها ممكن عن طريق برنامج زي ده تقدر تضيف اي ايكونات من الايكونات بتاعتك داخل البرنامج ده او الشريط ده وبسطنا شايفين كده بيختفي طبعا ده مش موضوع حالياتنا النهاردة ولكن حبيت انا نوي عن موضوع الشريط ده عشان انا هعمل حركة دلوقتي وهشيل كل طبعا اشيل كل الايكونات دي عشان خطر المنظر ده ده بداية كده شن الايكونات الكتيرة الزحمة انا ادرى الوصلها ازاي بعد كده من خلال الشريط ده زي ما قلت لكم الشريط ده ان شاء الله سيب لكم رابط بتاعه اسفل الفيديو خلينا بقى نخش في موضوع حلقاتنا على طول وهو الشكل التقليدي بتاعة المكتب وازاي نغيره برضو اسفل الفيديو ان شاء الله سيب لكم رابط لبرنامج جميل جدا وطبعا في برامج كتيرة مشابهة لبرنامج ده ولكن ده يعتبر من افضل برامج اللي شفتال حد الوقتي لانه طبعا برنامج مجاني تماما وسهل جدا وانشوف موضوعات الوقتي اللي يميز البرنامج ده في غيره من البرامج اللي بتغير شكل سطح المكتب اولا نروح على كلمة دولود هنا ونحمل التطبيق وهو حجمه متقربان 100 ميجا انا كنت حملته قبل كده فطبعا هقومل له cancel وزون شافين هنا في المواصفات بتاعته ان هو متاح لويندوز تاني وكمان ويندوز ايته وطبعا بيشتغل على برسور آي سريو ولكن ممكن اشتغل على اقل من كده المهم طبعا يكون عندك رامات اكتر من اثنين جيجا عشان يشتغل معاك المهم ان هو البرنامج كويس جدا وارك ان هو ممتاز في ايه بالظبط كمان لما نشغله هنفل طبعا الصفحة دي خلاص احنا حملنا مش محتاجين منها حاجة اروح بعد كده على البرنامج اللي احنا حملناه وبساطة بطريقة ديه جدا انا علم طبعا على كلمة لانش جا شنشتغل معنا ونعمله فنشف ونطلع بره كده شنشتغل ونشوف الصفحة بتاعت البرنامج وزنان شافين ديه واجهة البرنامج وتعالوا لكم ليه البرنامج ديه يعتبر من افضل البرامج اللي شفتاه لحد الوقتي اللي تقدر تغير لك خلفيات سطح المكتب بساطة جدا انت تروح اللي شفنا ده ديه المكتب بتاعتنا اللي لو فيها كل الخلفيات اللي احنا ممكن نغيرها يعني لو غيرنا بالشكل ده دي الخلفية اللي هتبقى وردت طيب خليني سببك من الخلفية دي عشان احنا ممكن نضيف خلفيات افضل كتير من دي وهو اريكم ازاي دلوقتين لو رحنا عليك التبويب بتاع طيب ده دلوقت هتلاقي ان يقول لك ممكن تضيف اي نوع فيديو او اي نوع يعني اي فيديو مش مهم بس في المكتبة دي بس او حاجة تكون خاصة بالخلفيات الحقيقة فقط لك انت ممكن تضيف اي فيديو اي صورة متحركة من موقع من اي اتش تيميل اي حاجة تقدر تضيفها اي حاجة متحركة لانه بيقبل كل السيغ اللي انتو شايفينه قدامكم ديه ودي حاجة متزاية جدا الحاجة التانية البرنامج مجاني تماما مش اي اعلانات مش اي حاجة مزعجة واهم ما عندي في الموضوع ده كله وهو حجم استهلاك البرنامج للرمات فلو رحنا على تس كمانش هر كده وبصينا على العمليات اللي شغالة زي ما شايفين هنا ان هو بيستهلك يعني الرمات بتاعته او بيستهلك من الرمات حاجة بسطة جدا كمان عشان خط فتح الاعدادات لو قفلت الاعدادات الموضوع بيقل لي جدا لان طبعا انا كنت مجربه وتبعت استخدامه للرمات فطبعا برنامج ممتاز ج جدا جدا جربت كذا برنامج قبل منه وكانوا بيستهلكوا شوية من الرمات اكتر من كده بكتير فبصراحة البرنامج ممتاز جدا جدا فيعني انا انصحك تجرب البرنامج ده خلا نشوف ازاي دلوقتي هنقدر نغير الخلفيات بتاعتنا الخلفيات احنا عايزينها اول حاجة طبعا لو روحت هنا على التبويض بتاع ساتنجي هنا تقدر تحول على فكرة البرنامج من الانجليزي الى عربي بالشكل ده كده في عربي هنا طبعا هيقفل ويفتح من جديد عشان نشتغل باللغة العربية اول حاجة طبعا عندك هنا الاعدادات دي اللي هو بيشتغل طبعا تعلموا ببص كده لو اول حاجة ملق الشاشة نشتغل ملق الشاشة وبعدين عندنا لو فتحت اي تطبيق تاني يعني مثلا نعملنا لوقاف مؤقت كده ومجرد افتح اي صفحة تانية كده وقفت عليها زي ما شايفين في الخلفية وارا طبعا وقف مش مش شغال مش هشتغل اللي مطلع من التطبيق او اي حاجة انا فتحتها طبعا ممكن نوقف دي ونخليها لا شيء وتقريبا بيت الحاجات دي يعني عندما يكون وضع البطارية منخفض بيقف طرقاء منه النفسه طبعا عشان ما يستهلكش من البطارية في حاجة مهمة كمان جدا هنا وهي ان انا لو حطيت فيديو وكان فيه صوت اقضى لقفل الصوت بتاعه يعني عشان انا مش عايز يبقى بصوت طب انا بقى راح اجيب الخلفيات دي منين لفحات الخلفيات اللي في المكتبة اللي نزلة مع البرنامج دي مش حاجباني في عندك هنا حاجة اسمي المزيد من الخلفيات باتضغط عليها كده بتدخلك على صفحة بتجيب منها اللي هي صفحة اللي هي صفحة اللي هي ريدت بتجيب منها خلفية زي ما تلاقي مجموعة كبيرة جدا من الخلفيات هنا تقدر تحمل منها طبعا برضا الصفحات دي مش عاجباني او الخلفية دي مش عاجباني في موقع ان شاء الله سأسيب لكم برضو رابط بتاعه موجود هتروح على الموقع ده زي ما شايفين هنا فيه خلفيات كتير جدا برضو تقدر تضفها مجرد ان انا اروح اختار مثلا من التبويب ده اختار مثلا طبيعي مثلا واروح حبيت فيه حاجة خلفية عجبتني مجرد اقف عليها بالشكل ده اضغط عليها وبعدين بنزل على كلمة دولود هنا هل يتحمل معي زي ما شايفين كده ان هي MP4 فيديو مجرد ده هو فيديو عادي بادوس عليه كده بيتحمل معي زي ما شايفين وهو حاجمه بسيط برضو طب الفيديو تحمل معي بالشكل ده كده باروح تقلع ارجع تاني ليه البرنامج بتاعنا واروح هنا على المكتبة او على النوع اللي هو type وبعدين اقول له انا عايز فيديو باروح ادور على المكان اللي نزلت فيه الفيديو بتاعي وبعدين مدوت عليه بالشكل ده وقول له هنا open سواني وهيتحرك معي بالشكل ده يقول لي خلاص ان هو يضغطو لي اذا ما شايفين كده وقول له موافق بتتسنى لحظات لحد ما الشريط ده يتميلي وبعدين الخلفية بتاعتك بتغير طبعا دلوقتي دخلت على الموقع اللي انت منزله ما يقيتش خلفيات عجبتني طب وروحت كمان على الموقع اللي موفره البرنامج برده ما يقيتش خلفيات عجبتني فاعملي دلوقتي ببساطة جدا تعمل زي ما انا عملت روحت على اليوتيوب وكتبت هنا live wallpaper بالانجليزي كده فظهر لي مجموعة كبيرة جدا من الفيديوات اللي انت شايفين كده جميلة جدا جدا وحملت منها واحدة فيهم كده يعني ممكن تستخدم اي برنامج تحميل ورد الضغط عليها كده تقدر استخدم اي برنامج تحميل علشان تحمل خلفية زي كده او ممكن تعمل زي ما انا بعمل بروح على عنوان URL اللي فوق ده وبضغط فيه كده على حرفين S ببساطة جدا وبعدين نخش على الموقع وقدر حمل من هنا طب لو ما جاش معاك اللينك بتنسخ اللينك طبعا معاك وانت ماشي عشان طبعا كنت محملها قبل كده زي ما شايفين كده اوه ومجرد بالضغط هنا على كلمة داو اللود هييجي معانا بالشكل ده ولكن طبعا الدقة بتاعته هنا تبقى 720 ده اكتر حاجة موفرها لك الطريقة دي ممكن زي ما قلت لك تستخدم انت اي برنامج تقدر تحمل من خلاله طب حملت اي طريقه اى ان كانت بتطريقه ارجوه هنا دا باللود وعملته أرجع بقى على البرنامج بعد ما حملته واروح هنا على مكتبا دي كده واروح uh... وبعد كده على النوعücke بعد ذلك على النوع وطيب وبعدين اقول له قل اعجز فيديو وقول وارو خلقهم دي الوقت الفيديو اللي انا حملته ده الفيديو اللي انا حملته التخلي Alliance bald hab除üchoة تقع سطح المكتب اللي انا اشغل عليها دالوقت اضغطه على موافق هنا يقول استنى لحد ما الشريط ده يتميلي وتنزل خلفها الحاجة اللي عايز نوه عليها قبل ما نقفل الفيديو بتاعنا وهي الصوت زي ما قلت لكم الفيديو ده اللي انا حملته ده كان فيه صوت فانا عايز زي ما شايفين كده لو شغلت كده الصوت هيشتغل فبروح على مخرج الصوت ده هنا وقول لا انا عايز من غير صوت بالشكل انتو سمعينه دوقتي كده هنا كده فيه صوت كده من غير صوت وانا شايف طبعا من غير صوت يبقى افضل طبعا وهو زي انتو شايفين الخلفية بقت بصراحة بشكل جيميل جدا والبرنامج ممتاز جدا وعجبني جدا عشان كده احبير شاركه معاكم ونفس الكلام بالنسبة للبرنامج اللي فوق ده برنامج ممتاز جدا برضو هو برضو برنامج مجاني وهو خفيف جدا تقدر تضيف في كل ايكونات بتاعتك وبعدين تخفيها ويبقى بالشكل انتو شايفين ده وبس كده انا حبيت اشارك معاكم تجربة النهاردة في تغيير سطح المكتب عشان الشكل بتاعه بصراحة كان كئيب جدا حبيت اغير بشكل افضل شوية اتمنى يكون عجبكم من برنامج زي ما عجبني طبعا فهاتل اول فيديو بتاع النهاردة عجبك وستفدت منه متنساش تضغط لايك على الفيديو وطبعا لقاء او مرشي في القناة 8 متنساش الاشتراك وكمان الروابط كلها تلاقي موجودة اسفل الفيديو بالاضافة للروابط الخاصة بين الفيسبوك وتويتر وكمان تليجرام كل الموديل اللي بنكتبها على المدوانة بننشرها اول باول في التلات مواقع دول فيسبوك وتويتر وتليجرام اتمنى اتبعنا من خلالهم شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته